بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالإخوة الكرام الى فقرة بغام ماغ اذا فالفقرة ان شاء الله سنرى لودية تيغمينة كبيرا نقول محدد او معرف حيرا نتكلم عن لودية تيغمينة طبعا من معانيه حددا او عرفا اسمن مثلا اذا الو دي ترمينة سعة الجزيرة جز MELH جز ب سعة الجزيرة جز有一ام كبد qui introduit un nom dans la phrase un déterminant est un nom souvent très court qui introduit un nom dans la phrase إذن un déterminant هو هذا الكلم souvent في الغالب très court جيد القاسرة qui introduit هذه الكلمة القاسرة أنها تقدم لنا ماذا تقدم؟ أن تقدم اسم dans la phrase في الجملة إذن في هذه الجملة تجينوا هذه الكلمة القاسرة غالبا قبل اسم حتى تقدموا لنا ضمن هذه الجملة الفي بارتي ديقوب نومينال مينمال الفي بارتي ديقوب نومينال ديقوب نومينال مينمال الفي بارتي كمان نقول أنها تفعل جزءا المقصود أنها تنتمي هذه الكلمة القاسرة اللي هي لدترمينو في بارتي أنها تنتمي ديقوب نومينال مينمال للمجموعة الاسمية سورة كمان نقول سورة مينمال يعني أقل شيء فيها إذن الفي بارتي ديقوب نومينال مينمال سورة ديقوب نومينال سورة سورة طبعا تأتي من كلمة بوم بوم نقول بوم أو بي بوم الشجرة التي تعطي هذه الفيوكيات تسمى بومية أحيانا نتحدث عن الأورانج الشجرة التي تعطي برتقال أورانجة كما عندنا هنا بومية عدنا في آخر الكلمة ي لكن في كلمة أورانجة عدنا أغلف مثلا في كلمة بانانية سورة سورة بانانية بانانية كما نلاحد بلانت عربة رسلت بلانت عربة رسلت دون الفيو و بانان نبات شجاري بلانت عربة رسلت دون الفيو اللي دي عنده كفا كيها ل البانان الموز حينا نتكلم عن كاغو إكيبه بو لترسپور دي بانان كاغو إكيبه أو نعني بي في حالة أخرى طبعاً Cargo Equipé Cargo Equipé Pour le transport des bananes طبعاً Cargo Nair consacré pour le transport des marchandises إذا نتكلم عن سافينا مخصصة لنقل البدائر إذا نتكلم عن Cargo أحيانا نتكلم عن Avion Cargo إذا نتكلم عن طائرة مخصصة لشحن السلاح إذا هنا عندنا Cargo Equipé إذا نتكلم عن سافينا مجهزة Pour le transport des bananes من أجل نقل الموز إذا ممكن نسميها bananier على كل حال كلمة bananier في الأصل تعني شجرة الموز إذا كما قلنا Ce premier dans des fruits délicieux إذا لدينا هذه الكلمة كلمة ce هذه أداة إشارة إذا هذه الأداة ممكن نسمي هذه الشجرة كما نقول هنا في اللغة الفرنسية هذه الشجرة لأن كلمة pomie كما نلاحظ كلمة مذكرة سوف يدون سوف يدون هذا فعل أعطى سوف يدون هذه الشجرة تعطي فواكي هذه تقدم لنا كلمة فواكي تقدم لنا هذا الاسم فواكي ثم دلسيو دلسيو كما نقول شهية سوف يدون دلسيو إذا نعود إلى كلمة دهتمينة إذا نعود إلى كلمة دهتمينة كلمة سوف يدون في أغلب الأحيان سوف يدون عن النوع كما نقول عن النوع المقصود هنا أنه يدلون عن التذكير أو التأنيت نقول مثلا سوف يدون إذا نتكلم عن هاد الشجر كما ذكرنا قبل قليل نتكلم عن المذكر أو نقول ست بوم هذه التفاعة الاسم بوم هو اسم مؤنت إذا سو للمذكر ست للمؤنت إذا اللي بلي سوفون يلنغانسين سور الجن هو يدلون عن نوع الكلمة هل هي مؤنتة أم مذكرة اتتنسون إذا نتبه فعثنا أنت يكون للمذكر من جديد من جديد من جديد من جديد في في المرة سوف يجب أن يصبح من جديد أدوات محديدة أو معرفة نقول مثلا كل جديد أنثم يرحل يشبان من جديد بوميه اذا كل هذه الفواكه كل هذه اذا هاد كل هذه عدنا هنا دودة تغمينة عدنا جوجة المحددات عدنا تو كل اذا طبعا هاد كل هي كلمة سنقدم بها اسما تو ليفخوي مثلا ثم عدنا صي هذه اذا نتكلم جمعنى. هنا تتكلم مع الجمع كل هذه الفواكه التي تراها. طبعا هنا عندنا التي ترى كل هذه الفواكه التي ترى. ذيان دومي دو بومي ذيان دومي دو بومي أنها تأتي أنها تأتي من شجرتيا الاثنين من شجرتية للتفاح الاثنين طبعا عندنا كلمة شجرة التفاح اذا نتكلم هنا عن كلمة واحدة تعني شجرة التفاح اذا سنقول شجرة اذا اولا عندنا اذا الشجاري هنا طبعا نتكلم عن شجرتين ثم عندنا د كل هاد الفواكه التي ترى فيان انها تأتي من اثنان شجرة التفاح لي تعوده انا نعبر عنها بهادمي عندنا mig ثم د هذا senza det termino ثم عندنا tout سيد هذا split so انا نتكلم عن المحددات اذا كل هاد الكلمة التي ترى هنا تو سيد ثم عندنا mig ثم عندنا 2 س绳 isco هذا كل هound ادا البتعريف في بعض الأحيان ممكن نستعمل الاسم بدون أداة تعريفية نقول مثلا السيد دوبين هو حدائقي كما نقول أنه يعمل في الحديقة عند تصنيف هذا الديترمينا إذن نستعمل أننا نميز الديترمينا إذن ما يسمى الديترمينا إذن نتكلم عن محددات أداوات كما نقول عندنا للالي سوصن دي ارتكلي ديفيني أولا نتكلم هنا عن كما نقول أدوات ديفيني كما نقول أنها محددة ديفيني أنها محددة أو معرفة إذن للالي نقول مثلا لستيلو نقول لغاقل وبينا نقول لستيلو لغاقل في الحالة الجمع إذن هنا نتكلم عن أدوات أن تستعمل قبل الإسم لتعرفه هل هو مذكر هل هو مؤنت هل هو مفرد أو جمع ثم أنه من مميزات هذا لزارتيك الديفيني أنها تعرف الإسم أنها تعرف الإسم يعني عندما نقول لغاقل المقصود هناك بأننا نتحدث عن مصطرة معروفة نقول مثلا دون ما لغاقل اعطيني المصطرة فأنا أعتقد بأنك تعرف المصطرة على عكس لزارتيك الانديفيني كما نقول الأدوات الغير معرفة أو الغير محددة نقول مثلا انستيلو إذن نتكلم عن قلام ما إذن مثلا أقول دون ما انستيلو اعطيني قلما لا أحدد لك قلما معينا اعطيني أي قلام أما عندما أقول لك دون ما لستيلو إذن هناك أنني أحدد لك القلم الذي أريده ثم عدنا آ ين دي طبعا هذه الكلمة أيضا تدل على المفرد تدل على الجمع تدل على المؤنات تدل على المذكر الفرق بينها وبين التي تسبيقها طبعا كما قلنا هو في تعريف الإسم الأولى تعرفه والتانية تتركه مجهولا غير معرف ثم عدنا دي دولار دي هذا سوصان دي زارتيك البارتيتيف سوصان دي زارتيك البارتيتيف إذا نتكلم عن أدوات تجزئية أدوات تجزئية نقول مثلا دون مو دي بان يعطيني مين الخبز لا أطلب كل الخبز بل أريد بعض الخبز إذا نستعمل هذه الأدوات عدنا دي دولار دي ثم عدنا دي زورت دي ترمينو هناك محددات أخرى مثلا من تان سو نوت طبعا هذه الأدوات تستعمل في الملكية هذا دي تسمى دي تأتي من فعل possede possede يعني امتلك possesive كما نقول ملكية دي تكلم عن محددات معرفات ملكية للملكية إذا من ستيلو يعني قلامي تنسطيلو قلامك إذا نتكلم هنا عن المفرد نتكلم عن شيء مفرد يعود لي أو يعود لك أو يعود لها أو يعود لكم أو يعود لهم إلى غير ذلك ثم عدنا س س س س س س س س إذن نتكلم هنا عن دي ترمينو ديمانستراتيف دي ترمينو ديمانستراتيف ديمانستراتيف كما نقول أنها لإشارة س ست نقول مثلا س ستيلو هذا القلم ست أورانج ستوم هات ست هي في الحقيقة هي س هات ست هي هات س التي عدنا في البداية فقط أننا نضعها أمام اسم المذكر ولكن يكون مبدوءا يكون مبدوءا بحرف صوتي مثلا كلمة أوم إذن سنقول ست أوم ثم عندنا كلمة ست تنطق بنفس الطريقة لكن مخصصا للمؤنت نقول مثلا ست في هذه البنت ثم عندنا س تستعمل للمذكر والمؤنت إذن نتكلم عن الجمع هنا طبعا إذن نقول مثلا سي جارسون سي في سي جارسون سي في إذن هؤلاء الأطفال هؤلاء البنات إذن نتكلم هنا عن لدي ترمينون ديمستراتيف إذن كلمة ديترمينون كما رأينا إذن نتكلم عن مجموعة من الأدوات مجموعة من الكلمات القاصيرة التي تقدم لنا اسم لكنها أصناف كما تلاحظوا كما قلنا بأن هناك لزارتيكل طبعا لزارتيكل فيها ديفيني ثم عندنا دوتر ديترمينون أنا لدي ترمينون بوسيسيف ونسويت أنا لدي ترمينون ديمستراتيف إذن نستعني في فقر قادم حيكم الله وإلى اللقاء إن قادم بإذن الله